هل تعلم لماذا نهدي الزهرة في كل عيد حب أو حين نحب؟ ألم تسأل هذا السؤال؟ ألم يسأل فضولك هذا السؤال؟ أيها المحب، أيها العاشق أتذكر حين كنت طفلا صغيرا كنت ترسم على تلك الورقة شمسا وبيتا وزهرة إحساسك بالوجود الكامل كان على تلك الصفحات كان على تلك الأوراق لم ترسم ذهبا أو ألماسا إنما رسمت زهرة وحين كبرت قدمتها إلى من تحب تدعوهم إلى الدخول إلى عالمك من خلالها أصل ذلك فطرة ألم تعلم أن الشمس هو بحثنا عن النور والبيت بحثنا عن انتمائنا لكن الزهرة بحثنا عن ما نحب وحين وعد الله أنبياءه للقائهم من خلال الابتهال إليه كما كان مع إبراهيم وموسى عليه السلام تركوا أقوامهم والتجأوا إلى الله أربعين يوما أما مع رحلة العاشق إلى المعشوق مع المعشوق محمد صلى الله عليه وآله وسلم حمله في ليلة الإسراء والمعراج بأن أوصله قاب قوسين أو أدنى إليه ماذا يا ترى أهدى الحبيب حبيبة في الروايات الشريفة عن ليلة المعراج أهدى الحبيب وهو المولى عز وجل حبيبه محمد صلى الله عليه وآله دفاحة أراد الاحتفاظ بها قال له يا محمد كلها فحين قسمها شع نور زهرة دخلت أحشاءه وكان في الزهراء أهدى الحبيب حبيبه زهرة وهذه هي فطرتنا الزهرة هدية الله والنور نوره والبيت هم أهل البيت صلوات الله عليه الأجمعين هل علمت الآن أيها المحب لماذا تهدي حبيبك زهرة هي عمصر التكوين من أنطافها نبت الوجود وأينعت فيه البقاء هي أم كل الكائنات لفضلها سجدت تخوم الشاهظات ترقق هي فاطمة زهراء حسبها إنها حوت النبوة والولاية مرفقة وهي الرضية باهل الهادي بها سادت نساء العالمين تسامقا